طبعا مسحكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة فلوكي فلوكي اينو برمز فلوكي بسعر صفر فاصل اصفار خمسة عشر تفاعل عملة بنسبة ثلاثة بالمئة ماركت كاب مليار واربعمائة مليون تقريبا برانك خمس وخمسين فوليم يومي اميو اربعة وتسعين مليون تقريبا طبعا اللي تابعنا اول مرية مرحبا بك هذي قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل عملات ونحط صفقات ايضا وعندنا خدمة دارة الحساب اللي يتميز فيها كل التمييز بخلاف ذلك عندنا قناة الاكتكاب والعملات الستثمارية طبعا لوني شوف هذا تشارت عملتنا في عملة فلوكي اينو على فريم اليوم او على شمعة اليوم او على جدول اليوم على حسب يعني كل واحد شو الكلمة اللي يستخدمها كلها نفس الشيء المهم يعني انا شوف العملة في ترنت هابط طبعا هذا الترند يعني مثل المنقول تتبع البيتكوين ونفس الحركة او نفس الهبوط اللي صار العملات بشكل عام لان البيتكوين سحب السوق سحب السيولة فجدا طبيعي هذا الهبوط لكن 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 حركات عملات الميم اخطر نوعا ما يعني ممكن اذا قلنا حركة العملات بشكل عام اه في الهبوط عشرة بالمية راح نقول ان عمل عملات الميم مثلا عادي نشوف نزول ثلاثين بالمية ليش لان لو نشوف اي عملة خلال الفترة اللي طافت يعني لو نشوف العملات ما صعدت نفس هذا الصعود خلال الفترة اللي طافت لاغلب صعد لهالمستويات فالنزول بيكون لهال مستوى لكن عملات الميم ان صعدوا لهالمستويات فطبيعي بيلحقون العملات السابقة يحاولون ينزلون لهالمستوى فلذلك بنشوف نزول تقريبا في عملات الميم اكثر بحيث ان دخلت فيها سيولة اكبر فاغلب المستثمرين يبون يطلعون بارباحه فهذا السبب ان عملات الميم اخطر ولذلك عملات الميم حاليا الرسك يعني ممكن شيبا اينو شوي دوتج كوين شوي العملات الكبيرة يعني نوعا ما الرسك فيها اقل بومي مثلا فبننزل فيديو جريب عن بومي المهم فانا بالنسبة لي الان نحتاج ان العملة يتطلع من لترن لاين لان اول شيء اتنين شو صار نزول قوي عافظت تقريبا على الدعم بعد ذلك حاولت تخترق الدعم وفشلت ونزلت اذنى اللي هو الدعم فصارت صارت دعم مقاومة تسرت ايضا المتوسط القسيميتين وبعد ذلك عطتنا شمعة المطرقة الامر هني فان هذي شمعة شمعة عكاسية اه كان من المتوقع نشوف صعود يعطي اختبار انطلاق لكن شو صار فشلت العملة في كسر اللي هو متوسط القسيميتين على فريم اليوم ما نقول فشلت مرة مرتين ثلاثة الآن العملة ثلاث مرة تفشل امام متوسط القسيميتين على فريم الفريم اليوم اللي نحتاج الان المتوسط أخرج من الترند لاين خايل حالةー اذا خرجتنا الترند لاين عطتنا عطتنا اعادة اختبار على الترند لاین ما تكون هنا عطتنا اعت اختبار على اشيان الي هوا المتوسط القسيميتين بالاضافه الى الترند لاين بعد ذلك رح نتوجه الى سعر الي هو صفر فاصل ح令计 اصفارur 17 اربعة بعد ذلك ممكن نشوف العملة على السعر صفر فاصلة لذة اصفار عشرين هذا صفار صفر فاصل Social 0. Sony 20 authentically اللي هي لي يعني بنقول اللي هو صفر فاصل صفر ثلاثة طبعا لو قدرنا نسكر فوق سعر صفر فاصل صفر ثلاثة ستة ممكن راح نتوجه إلى قمة تاريخية جديدة يعني أنا بنسبة لي العملة قمة تاريخية جديدة في حال أنها غلقت فوق هذا السعر هل الدخول جيد؟ أنا بنسبة لي الدخول جيد برقم صغير ليش؟ أن عملات الميم هاي رسك هاي رسك يعني إذا غلقنا فوق هذا السعر أنا بنسبة لي بيكون فيه داف جدا كبيرة مع أن أنا مرجح أن العملة بتروح حتى ممكن لين قلتنا في المرة اللي طافت تقريبا تقريبا ذنين نحسب قلنا نموذج اللي هو التبقى الكتفين والرأس المقلوبين يعني تقريبا كذيب أوكي تقريبا شوي الشكل غريب بس ميم كوين عادي يعني إذا ناخذ القاع هذا هنا بس طبعا هالحركة يبالها سنوات موش يوم وليلة يعني هذه الحركة عشان توصل العملة للهدف هذا تقع يبالها سنوات موش يوم وليلة تهدف بهالحركة صفر فاصلة صفر اثنين ساعة يعني تحذف لها صفرين بخلاف ذلك ما ننسى أن العملة هذه شغالة على الحرق فكل هذا وارد هذه الحركة يعني هي هدفها التاريخي أو أنه بناء عن نموذج الكوب لأننا نشوف حتى بشكل نموذج الكوب هذا كوب هاي العروة جدا بسيط يعني إذا قلنا كم تسهت في العملة على بناء عن نموذج الكوب بيكون أيضا هذا الهدف اللي هو على سعر تقريبا صفر فاصلة صفر ثلاثة تقريبا تقريبا أو صفر صفر اثنين تسعة فهذا بناء عن نموذج الكوب والعروة فنحتاج أغلاق وعد اختبار وانطلاق طبعا على فريم اللي سبوع نقصد فأنا هذي نظرتي اللي عملت اللي هي اللون الفلوكيينو ففي كل قاة نعزز نزيد التعزيز طبعا مش نصيح استثمارية وليست أيضا اللي هو وجهة يعني كلمة قدمة عبارة عن وجهة نظر فممكن عادي توصل الهدف هني بس طبعا على المدى البعيد وليس على المدى القصر المدى البعيد سنتين ثلاث أربع ماين درم سيدينكم خلصنا يعطيكم العافية هل بس قبلها نشيك على العملة بشمعة الأربع ساعات قبلها نختم العملة أمام مقاومة عنيدة بهذا السعر نحتاج أن العملة تغرر فوق المقاومة عشان نروح اللي في إضافات بس أنا بنسمع لي المهم جدا أن العملة ما تخسر هذا السعر اللي هو تقريبا صفر فاصل هذا أصفار واحد إذا العملة خسرت هذا السعر ممكن نشوفه بوط شرس صفر فاصل هذا أصفار واحد تقريبا نأمل أن العملة ما تخسر هذا الدعم لأنه إذا خسرت هذا الدعم ممكن نشوفه بوط شرس إذن خلصنا أعطيكم العافية مفجي خير